واستقراءا لما يتحدث به الشرع العراقي زاء الانتخابات البرلمانية المقبلة ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية سيد القاسم العبادي الناشط المدني سيد القاسم أهلا بك ضمن ما يوصف بحملات التحايل على الناخب العراقي الذي سيتوجه بالضرورة إلى صندوق الاقتراع تمهيدا لاختيار النائب المقبل هنا ترقيع الشارع وهنا وعود وهنا أيضا وعود أخرى بعملية توظيف وعملية إبادة لما يعرف بالبطالة في العراق هل ستنطلي هذه الحيال هذه المرة في هذه الانتخابات على المصوت أو الناخب العراقي؟ أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بالمشاهدين بدل الموضوع إحنا لو نجي نناقش أصلا عقلية المواطن العراقي في كيفية اختيار المرشح في مجلس النواب أو في مجلس المحافظة أو أي اقتراع كان رح نشوفه أنه هو أصلا ما عنده الفكرة المتكاملة في كيفية اختيار اللي يمثله بأي مكان مثل من اللي ذكرناهم هذا جانب جانب الآخر وهو الأهم أنه لازم المرشح يكون عنده برنامج انتخابي يعني مرشح اليوم مرشح لمكان ما بدون برنامج انتخابي أو مثلا هو حاب أنه يستبق يعني يستبق يوم التصويت بدعاية انتخابية مبكرة أو متأخرة بمشاريع ترقيعية أو ما شاكل ذلك أو عود توظيف هذه كلها أنا شوفها أنه هي مجرد مغازلات للجمهور محاولة أنه يحاول أنه يكسب اللي يريد يكسبه لكن صراحة يعني إحنا لو نجي نفسر ونجي أنه نخلي المواطن يمتلك ثقافة انتخاب وثقافة اختيار ناخب بصورة صحيحة كان أصلا ما لقين هذه الدعاية الرخيصة اللي مثل ما نسميها والدعاية اللي متنطلع على عقل فاهم أو واعي طيب يعني القاسم أنت تعلم أن اليوم مزاج الناخب العراقي تحكمه الكثير من الأمور لعل اكتمال تجربة داعش من تحرير ونزوح وتهجير وأيضا دخول داعش اليوم ربما يعني ستعطي تجربة ونظرة جديدة اليوم للناخب العراقي خاصة الفئة الشابة برأيكم إلى أي مدى ستؤثر هذه التجربة اليوم في خيارات الناخب وما هو المطلوب من وجهة نظره هو تحديدا مثل ما يدور بالشارع العراقي حاليا وهو صراع المشاركة والمقاطعة اللي هو تقريبا أغلب اللي يشاغل الشارع العراقي واللي نحاول في أكثر الأوقات أنه نثقف أن الناس الشارك بعد موجة العزوف الكبيرة اللي صارت بسبب اشتياح المحافظات الثلاثة تقريبا اللي كانت ثلث العراق وسقوطها بيد تنظيمات إرهابية دا نحاول حاليا أنه نثقف المواطن نرجع نزرع بروح الثقة بأنه يحاول أنه يختار الأشخاص المناسبين بهذا المكان مثل ما تعرفون أنه التجربة كانت جدا قاسية خلقت عند المواطن العراقي مثل فقدان أمل أو فقدان ثقة بكل الواقع اللي يعيشها البلد وعليها نعكسه طبعا على تمثيله بالانتخابات هنا تبقى المشكلة أنه إحنا نريد نرجع الثقة للناس بأنه نعرف شلون ممكن أنه نقدم خطاب يكون مقنع نستلهم التجارب اللي صارت عندنا التجارب السابقة ننطي حقائق بالأرقام عن موضوع المشاركة ويعني أنه نترك المقاطعة وأنه نخلي الشعب والشارع كله يشارك بالانتخابات هذا أنا أشوفه أهم من أنه نفكر بأنه الكفاءات الشابة أو الكفاءات التكنقراط أو يعني بغض النظر عن هذه المسميات نحن نتقل لثقافة الاتيارة الصحيحة للمرشحة وأنت على تماس من المفروض مع جيل الشباب الذي يقود حملات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي السؤال كان واضحا وأنت تشارك وتلتقي مع العديد من هذه الفئة كيف يمكن التفريق بين الصالح والطالح الفاسد وبين أيضا الشريف بالضرورة ضمن ماذا؟ نتكلم على فئة الشباب أو فئات المجتمع كافة؟ حدثني كما أردت عن الفئتين؟ فئات المجتمع كافة نحن نحتاج إلى برامج تثقيفية نحاول أنه بيها نخلي الناخب العراقي يوصل لمرحلة إدراك ووعي في كيفية اختيار المرشح نحن حاليا ممكن أنه الشباب الذين نلتقي بهم أو اجتماعاتنا أو ملتقياتنا نلتقي بشباب واعين يعرفون الشيخ تارون أو يعرفون الشون ينتقون من يمثلهم بالانتخابات لكن نحن مثل ما نعرف أنه العراق مليء بالمناطق القروية ومناطق يمكن مو حضرية مناطق ريفية وانتو تعرفون أنه أغلب هذه المناطق الناس تتعامل وهي مواضيع بالعقل الجمعي يعني ممكن أنه أكو شخص واحد يحتي الناس هنا راحية اللي تشوف أنه هي الفكرة السديدة الوحيدة بسبب عدم تلاقح الأفكار فنرجع عن نفس المبدأ لو كان أكو تلاقح أفكار ولو كانت أكو حوارات بناءة ولو كان أكو تثقيف صحيح للناخب العراقي في كيفية اختيار النواب وفي كيفية اختيار أي مرشح لأي منصف كان أتصور أنه هو هذا اللي راح يكون أول مسمار في نعش الفساد وأول فاس في توجهنا أول طابقة ستكون في بناء منظومة صحيحة طيب القاسم هنا نعود إلى نقطة توعية الناخب تحدثنا عن نقطتين وهي تنويه وتوضيح أنه يجب المشاركة في هذه الانتخابات عدم المقاطعة لأنه لا توجد عتبة انتخابية حتى لو شاركوا 10% ستعمم النتائج أيضا كل المشاريع التي بدأنا نسمع عنها اليوم وأكيد المواطن يسأل لماذا كل هذا التأخر والآن بدأت المشاريع والمولدات الكهربائية وتعبيد الطرق وما إلى ذلك الدور الذي تمارسونه كنشطاء في توعية الناخب الدور بعد ما أنه قلنا اللي يعدنا بصدد أن الناس نخليها تشارك حاليا جل اهتمامنا أنه نخلق الثقافة الانتخابية وثقافة متابعة المرشح اللي رح يصعد إلى مجلس النواب حاليا إحنا مو هدفنا أنه نخلي محاولة بالشارع أو هدفنا أنه نبلط شارع ممكن أنه تكون هي عبارة عن حلول ترقيعية إحنا الأهداف اللي عندنا أهداف شبيرة نحتاج مشروع مشروع حقيقي مشروع المرشح إذا كان حقيقي رح يخلي بيسقف زمني عليها يبدي ينفذ الوعود اللي رح ينطيها نظام الانتخابي وحده من المطالب الشعبية البنى التحتية الخدمات إنهاء البطالة وإنهاء البطالة مو معنى أنه إحنا نوظف كل الشعب حاليا العراق صار بأكثر من أربعة ونصف مليون موظف وهذا تقريبا رقم جدا شبير البطالة حسب ما سمعت بآخر دراسات عبرت للـ 12% بشريحة المتعلمين اللي هم خريجين البكالوريوس خريجين الكليات هذه أرقام مثل ما تعرفون هي أرقام شبيرة نحتاج إلى مشاريع مشاريع التعليم مشاريع الصحة ويأكو أمور البلد محتاجها إذا شفنا ناخب عنده عفو إذا شفنا مرشح عنده برنامج انتخابي صحيح أكيد الناس ممكن أنه نثقف أنه ممكن أنه يشوفون البرنامج أي واحد بغض النظر السؤال كناشطين مدنيين خلافه لأسم وجه جديد هل ببرنامج وبعدها نبدأ نتابع ونشوف شنو اللي راح يحققه طيب كناشطين مدنيين ما المطلوب منكم اليوم ونحن أمام فترة وجيزة أمام هذه الانتخابات البرنامجية هل تقومون بحملات تطقفية معينة أم تطالبون جهة معينة بحمل لواء هذه التوعية؟ يعني صدقا الموضوع ممكن أنه مثل ما تعرفون أغلب الناشطين اللي ما يحب أنه يدخل بالحياة السياسية أو ما يحب أنه يكون يعني باع أو إلى فدرأي بالواقع السياسي بالعراق يبتعد عن هيتش مواضيع ويشوف نفسه أنه أكثر أنه يكون بنشاطه المدني لكن أنه نخلق برنامج تثقيفي هو واجب وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة والإلكترونية ويعني حتى أقول أنه واجب على شاشتكم الوقرة أنه ما دام إحنا بقان لتقريبا أقل من شهرين على الانتخابات واجب أنه نبدأ نشوف برامج تثقيفية برامج نجمع بيها شباب ونحاول نسمع من عدهم شنو اللي ممكن أنه نخلي الأفكار تكون متلاقحة عند الناخب العراقي ببرامج تثقيفية وعليه يقدر أو على أقل أنه يبدأ يعرف شلون ممكن أنه يختار هذه طبعا مسؤولية الإعلام العراقية بكل أنواعه وكل أشكاله نعم النشط المدني القاسم العبادي شكرا جزيلا لك